اشتركوا في القناة ويحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره يعني يؤخر ويطال عمره فما الطريق إلى ذلك صلة الرحم وحذر الله عز وجل من قطيعتها فقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم والإنسان يجب عليه أن يصل رحمه وأقاربه حتى لو قطعوك ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل يعني الرماد الحار ولا يزال عليك من الله ظهير فالإنسان يجب أن يصل أرحامه حتى لو قطعوه أو أساءوا إليه والإنسان في النسبة لأرحامه لا يخلو من أربع حالات الحال الأولى أن يصل أقاربه مع الإحسان والثاني أن يصلهم بلا إحسان والثالث أن يقطعهم بلا إساءة والرابع أن يقطعهم مع الإساءة فأما الأول وهو أن يصل أرحامه مع الإحسان فهذا هو أكمل الحالات أن يصلهم ويحسن إليهم بماله وجاهه وغل ذلك والثاني أن يصلهم من غير إحسان بمعنى أن يذهب إليهم وأن يسأل عن حالهم ولكنه لا يحسن إليهم فهذا قد أتى بالواجب لكنه دون الأول والثالث أن يقطع رحمه من غير إساءة والرابع وهو شرها أن يقطع رحمه مع الإساءة إليهم فيسيئ إليهم بقوله ويسيئ إليهم بفعله وهذا والعياذ بالله من كبائل الذنوب لأن قطيعة الرحم كبيرة من كبائل الذنوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر